نصائح غذائية لمرضى السكري وتشمل اتباع انظم وتعليمات غذائية تساعد بالتخفيف من اعراض مرضى السكري وهي تخطيط دقيق للوجبات الغذائية لتكوين حمية خاصة لمرضى السكري بحيث يكون ضمن النقاط الاتي تناول الحبوب الكاملة كالارز البني والشوفان بالاضافة غلال فاكهة قليل السكريات والخضروات غير النشوي اتباع نظام غذائي قليل الدهون وقليل السعرات الحراري مثل حميات البحر الابيض المتوسط وحمية داشة التي تحتوي على الخضروات والحبوب الكامل والفصوليا والفواكه والسكر المنخفض وهذه الحميات غني بالالياث تناول البقوليات كالعدس والفول الحفاظ على موعيدك مع اصحاب الاختصاص والرعاية الطبية كالطبيب الخاص واخصنية تغذية شرب الماء بكمية كافية للمحافظة على رطوبته عدم تخطي وجبة الافطار فهي مهمة لبدء عمليات الايض اتقليل من تناول الملح الذي يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم وامراض القلب والسكتات الدماغية وقد تقتصر كمي الملح على ملعقة صغيرة ايما يعادل ست غرام يوميا كحد اقصى المحافظة على تناول غرامات معينة من الكربوهيدرات مراقبة المعلومات الغذائية الموجودة على المنتجات الغذائية عند شرائها للحفاظ على تناول ما هو صحية لا تهتم لما يسمى اغذية مرض السكري فهي يمكن ان تحتوي على سعرات حرارية عالي وتزيد مستوى الغلوكوز بالدم تقليل تناول للحوم الحمراء لما لها علاقة بامراض القلب فمن الممكن استبدالها بالمأكولات البحري والبيض والمكسرات غير المملح والبقولية كالفصولية والعدس والبزيلاء اختيار الدهون الصحي الجدير بالذكر ان الدهون المشبعة تزيد من خطر ارتفاع الكوليسترول وامراض القلب وتوجد هذه الدهون السيئة بالسنة والبسكويت والكعك والزبدة لذلك يجب استبدالها بالدهون الصحي الموجود فيها لمكسرات غير المملحة وبذور على أفوكاديو وزيط الزيتون وزيط عبئة الشمس استبدال الشع والمشروبات الساخنة بمشروب القرف فهي تعمل على خفض مستوى الغلوكوز في الدم عدم تناول المشروبات الغازية والسكريات المكررة ومنتجات الالبان عالي الدسم وشراب اذخورة عالي الفبتوز والابتعاد عن المحليات الصناعية اشتركوا في القناة